موسيقى ياسر أنور ريان ظهير أيسر الأهل السابق أحد أبرز من قاد الجبهة اليسرى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم والنادي الأهل موسيقى موسيقى كان يتميز بالسرعة العالية نال لقب النفاثة بالملاعب خلال فترة التسعينيات وكان معروفا بعشقه للقلعة الحمراء موسيقى ولد ياسر ريان في السادس من مارس عام 1970 بقرية منيت محلاء دمناب المنصورة في محافظة الدقهلية بدأ مسيرته الكروية بمركز شباب القرية وعمره 12 عاما حيث كان يمارس كرة القدم من دون هدف ساقته الصدفة ليذهب مع بعض أصدقائه أثناء خضوعه للاختبار بنادي المنصورة جذب انتباه ثروة فرج الذي كان يشرف على اختبارات الناشئين بالمنصورة ذاك الوقت الذي طلب منه المشاركة رغم أنه لا يملك وقتها استمارة الاختبارات تجاوز كافة الاختبارات حتى اقتنع ثروة فرج بمستواه بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالمنصورة لم تتقبل أسرته الأمر في البداية حيث كان والده يعمل في دولة العراق لكن بعد فترة اقتنعوا رويدا رويدا خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي لقاه ياسر ريان في قطاع الناشئين بالمنصورة تدرج ياسر ريان في مراحل قطاع الناشئين بالمنصورة تميز بسرعته الفائقة بين أقرانه حتى خطف أنظار الجهاز الفني للفريق الأول بالمنصورة كان عمره وقتها 17 عام تحتقي آدت حمامة ووجدي غزي الذين كانا يقوداء الفريق الأول بالمنصورة وقتها شارك مع الفريق الأول لمدة موسم في دور القسم الثاني ثم موسمين بالدور الممتاز هما الأفضل له في مسيرته مع أبناء الدقاهلية نجح في خطف الأنظار بإحرازه هدف للمنصورة في مرمى الأهلي كان يتميز بالتألقي في مباريات المنصورة مع الكبار ومن خلال المنصورة نجح في حجز ما كان له في صفوف المنتخب الأولمبي سواء تحت قيادة هاني مصطفى أو تحت قيادة محمود سعد الجميع اقتنع بإمكاناته كان له دور معهم في دورة الألعاب الأولمبية ببرشلونة التي من بعدها انطلق في مسيرة جديدة مع المارد الأحمر